اشتركوا في القناة عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي أنكمل النهاردة إن شاء الله وبإذن الله سلسلة أو باقي حلقات الأسرة بمفهوم آخر إحنا كلمنا عن الأسرة بمفهومها وكيف كانت الأسرة وكيف تؤسس الأسرة وكلمنا عن قانون الزوجية وكلمنا كيفية اختيار الزوج للزوجة وكيفية اختيار الزوجة للزوج وكلمنا عن العنف الأسر النهاردة نتكلم في هذه السلسلة الجميلة بمذاكن آخر وبطعم آخر إن شاء الله هنكلم نهاردة عن الأب الصديق إزاي يكون الأب صديق لابنه أو لبنته ويقوم بدوره المنطبه من خلال خلطة سحرية جميلة جدا جدا موضوعة وموجودة تعالوا بنا نشوف هذه الخلطة السحرية أولا في مسألة أو في قضية إزاي الأب يكون صديق لابنه أو لبنته أولا من خلال نقطة الاثنين النقطة الأولى دور الأب النقطة الثانية الأب الصديق إزاي نصل إليه خلنا في النقطة الأولى بعد ما نصلي ونسلم على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع الشيخ بحضراتكم دور الأب الملاحظ في الخمسين سنة الفائتة السابقة يعني من خلالها أن دور الأب قد تغير تماما ليس في البلاد العربية فحسب وإنما في العالم بأثره فكان دور الأب قديما قديما كان دوره يقوم على النصح وعلى الإرشاد وعلى التربية وعلى التعهد بالتربية السليمة الحسنة وبالمذاق الحسن وأن يعطي الأولاد جرعة الأخلاق المحمودة وأن ينبذ من خلالهم أو أن ينبذ فيهم أو أن يبين لهم الأخلاق المذمومة وأن هذه الأخلاق يشر أصبح دور الأب يتخلى عن دوره من خلال أنه بالنسبة للطراب في العمل أو بالنسبة لما يحدث في المجتمع من اضطرابات أصبح الأب يتخلى عن دوره المنوب به كأنه أب يقوم بالعناية وبالرعاية وبالتربية وبالتعاخد أصبح كأنه يتحول إلى من يأتي بالأموال كأنه يقوم كموظف في شركة دوره بس إنه يجيب أموال وأصبح يرمي العاطق أو أصبح يجعله تفويضا شاملا وتوكيلا عام للأم أنها تتعهد الأم بالرعاية للأولاد تتعهد الأم بالرعاية للأولاد وكأنه إذا ما حدث شيء وظفتك إيه وظفت إن أنا أأتي بالأموال بس فقط لغير تعهد الأطفال بالرعاية وبالعناية مين يقوم بالدور بهذا الدور ده دور خطير جدا جدا حينما يتنازل الأب عن هذا الدور يحدث ما يحدث طيب إحنا عاوزيني خلّي العلاقة تكون وطيدة بين الأب والإبن علاقة صديق بصديقه كذلك بين البنت وأمها وكذلك بين البنت والأب وكذلك بين الولد والأم عاوزيني كون هذه العلاقة إمتى تكون هذه العلاقة قائمة لما كل واحد يقوم بدوره المنبه كل واحد بيعمل العمل بتاعه الأمة تعهد بالرعاية وبالتربية وكذلك الأب تعهد بالرعاية والتربية وده الموجود أيضا في قول الحق سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالتفضيل هنا هو زيادة في تحمل مسئلية الأب قد يكون مضطرا أن يسافر هنا وهناك وأن يشقى ليلة نهار وأن يتعب ليلة نهار حتى يعيش أولاده في رغد وفي سعادة وأن يوفر لهم كل الإمكانيات المتاحة وأن يصنع كل ما في طاقتهم كلام جميل بس مش كفاية لابد أن تتعهد الأولاد بالرعاية ولذلك سيدك النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم يبين ذلك أن كل واحد له دوره المنطبه يقول لك إن من الرجال أو إن شر الرجال من إذا دخل بيته اهتمت زوجته أي أصابها الهم وإذا خرج هذا من بيته وهرب أولاده وإذا خرج من بيته فرحت الزوجة وفرحت الأولاد ليه؟ لأن الغم والهم أصابهم من خلال النحطة لا تقوموا بالدور المنطبه لا تقوموا بالدور المتعلق به ترمي هذا التوكيل تاب نعمل حاوزين نعمل حاجة يا مولانا جميلة أو بعد من صلع سيدنا ومولانا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أول حاجة بنعملها إن إحنا بنلغي هذا التوكيل هذا التوكيل والتفويد إن حضرتك جعلته للأم إن هي تتعهد بالرعاية وبالتربية وحضرتك موظف أو مسؤول بتجي فلوس بس تعاوزين نلغيه لأن لو الأم قامت بتربية أولى كما نحن نعمل طيب في سن معين بتكون الأم بتمزق هذا التوكيل مش هتعرف تسيطر عليهم مش هتعرف تسيطر عليهم فبيحدث إيه؟ لو حدث خلل ما الولد توجه إلى شرب المخدرات أو إلى كذا أو إلى كذا أو إلى كذا أول حاجة بيفعلها الأب بعد من صالع سيدنا مولانا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتشاجر مع الأم ماذا يقول؟ يقول لها أنا أشقى ليلة نهار أنا بقى تعب ليلة نهار عشان يؤثر لك حياة كريمة حياة سعيدة حياة جميلة وانت فين؟ انت كنت فين سايباهم سايباهم للمجتمع الله طيب وانت فين أصلا؟ وهنا سؤال عوز أقوله طيب انت أن جبتهم ليه؟ انت حضرتك جبتهم ليه؟ لما انت أصلا تتخلى عن دورك جبتهم ليه؟ هذا أمر لابد إنسان ينظر إليه إذا تخليت عن دورك فلا تحاسب فلا تحاسب ولذلك أقول يجب على الإنسان دائما وأبدا أن يراعي هذا الدور المنوط به وأن يكون ويتعهد بالرعاية وأن يكون من خلال دوره المنوط بفعله أن يفعل به وكذلك الأم لأن الإنسان أصلا في المرحلة يعني الطفل هو صغير في سن حينما يولد انظروا بقى إلى أمر جميل نفصل هذا شوي حينما يولد هذا الولد أو الولد يقصب به الذكر أو الأنثى إلى سن أربح سنوات يتعلق بالأمومة يتعلق بالأم لأن الأم يمصدر الحنان ومصدر الرعاية ومصدر ومصدر إلى غير ذلك طيب عاوزين الأب يوازن بين علاقة الأمومة وعلاقة العقلانية ليعراكة الرجولة يعني إيه يا مولانا يعني الأب حكم ووسط بين هذا ليه لأن الولد يميل والمقصود كما قلت الولد الذكر الأنثى يميل إلى الأب ويميل إلى الأم الولد أئما وأبدا لما يقل في هذا السن من سن الولادة إلى سن أربع سنوات ثم من سن أربع سنوات إلى سن سبع سنوات الإبن هنا بيأتي له حاجة عاوز يبدأ يخش يقول لك أنا بقيت إيه عاوز أتغير إلى مرحلة الرجولة والبنت عاوزها تتخلص من عالم الأنوثة إلى بارض أرضه وكذلك الإبن عاوز يتخلص من عالم الأنوثة إلى عالم الرجولة يجد فيه يجد في الأب طب لو الأب هو مش موجود يا مولانا مسافر والله هنا والله هنا والله هنا يلجأ إليه في أمر آخر في مجتمع آخر في بيئة أخرى لذلك يرجأ إلى الأصحاب ويلجأ إلى المجتمع المجتمع قد يكون فسدا فيأتي هذا الولد المجتمع لو كان صلاحا ماشي بيديه دفع بس وجود الأب ده حاجة كبيرة وذلك المرأة التي تطلق بتتعب كثير جدا 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 وهي تربي الأولاد مش أدر عليه وكذلك اليتيم برضو الأم حينما تربيه بتتعب بيصيبها التعب مش قادرة تسيطر عليه لأنه بيبدأ من مرحلة السبع سنة إلى مرحلة المراهقة هنا بيتشكل عنده الوجدان بيقول لك أنا عاوز بيت راجل عاوز جوف حياتي عاوز جوف أنا رايح فين أنا جاي منين هعمل إيه فبيتلاقي الأمر بيتغير من مرحلة إلى مرحلة طب التغير ده مش يحتاج إلى تعاهد بالرعاية ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم لسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآوى الله ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ده بس مش كده كمان ده القرآن الكريم بيحث ويبين دور الأب كيف يقوم الأب بدوره لأن الأب لو تخلى عن دوره فلا يرومن إلا نفسه ولذلك تفين يا مولانا تعالوا شوف في القرآن الكريم القرآن الكريم رب العالمين ويبين دور الأب إزاي دور الأب مثلا في قصة سيدنا سليمان وسيدنا داود شوف ربنا في القرآن الكريم بقول لك ولقد آتينا داود منا فضل لا ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطقة طيل إذن علم سيدنا سليمان من؟ علم سيدنا داود سيدنا سليمان حتى أصبحت مملكة داود مملكة قوية جدا جدا من خلال أن الأب قام بدوره يعلم الولد ويثقف الولد ويشكل وجدان الولد وبالتالي أصبحت الأمور إيه؟ على خير حال ولذلك أصبحت المملكة قوية جدا ووارث سليمان داود شوف القرآن بقول لك ووارث سليمان داود تم تنظر إلى مثلا إلى قصة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل هو غلام صغير وبعد لما بلغ معه السعي لما هو الأب يلقن يدور قال يا ابني إني أرى في المنام أن أذبحك تب انظر في حتة قضية كمان في قصة سيدنا إسماعيل وقصة سيدنا إبراهيم شوفوا الأب يقوم بدوره وكذلك الإبن يقوم بدوره بدوره المطيع الذي تلقنا من أبيه العلم والثقافة والأدب والأخلاق والإحترام والصداقة والرجولية لما كبر السن سيدنا إسماعيل وأصبح متقاربا في السن مع أبيه قال له الأب يا بني إن الله سبحانه وتعالى أوحى إلي أن أبني له بيت للكعبة المشرفة الأساس موجود بنته الملائكة لكن لما جاء طفان سيدنا نوح فذهب فأراد الحق سبحانه وتعالى لما أوحى سيدنا إبراهيم أن يقوم برفع الجدران انظر فقال له الإبن لم يكن له الإبن إذ ذهب أنت وربك لا إنما قال له الإبن يا أبتي أطع ربك الله يا أبتي أطع ربك ثم يقول له الأب يا بني نعم الرأي أو عفوا يقول له يا بني نعم وتعينني صدقتا وتعينني يقول له هالإبن يتخلى عنه يعني لو جينا نضرب مثلا في مجتمعنا واحد عنده شركة بيقول له ابنه تعالى سعيدني شوية تعالى شوف مالنا وشوف حلنا هنروح فين وهنعمل إيه وإزاي بنكسب وإزاي بنخسر وإزاي نتعامل العميل وإزاي تكون كذا وإزاي تعمل تعدد رأس الجدوى لو ابن مطيع حاضر سمعا وطاع أبي ويذهب معه وينظر إلى ماله ويتحمل المسئولية ويشاوره ويحاوره كما كان يفعل الأنبياء مع ابنائهم شوف الأنبياء مع عظم كونهم صلى الله عليه وسلم وما هو الدور الخطير الذي أوحى الله إليهم به بأن يقوموا فيه ماذا يحدث شوف انظر ماذا حدث لهم وأمر خطير ذا بيقوموا بإصلاح المجتمع بتلاقي الأب لم يتخلى عن دوره كأب من النصح والإرشاد لابنه قال نهو نعم ولذلك القرآن سجل هذا الموقف فقال ربنا في القرآن الكريم بعد عوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعدة من البيت وإسماعيل ربنا الله شوف التثنية دي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم